مرة أخرى عودة لضيفنا من القاهرة اللواء دكتور أحمد الشحات الخبير في شؤون الأمن الإقليمي والدولي دكتور أهلا بك ما أهم ما تضمنته هذه الوساطة المصرية وما فرص نجاحها في ضوء الحديث عن مرونة من الجانب الإسرائيلي بداية مسأخي على حضرك وعلى سيد المشاهدين يعني تبقى للمبادرة المصرية ما تم أعلانه حتى هذه اللحظة وليست كل البنود لأنه أكيد في الأروقة المغلقة بعض التفاصيل التي تحتاج لنقاش وأبعاد أخرى ولا تعلن بشكل كبير ولكن فكرة الأعداد فكرة من 20 ل40 وفكرة طرح رقم وسيط 33 ومقابل العدد الذي تم إعلانه في الجولة الثانية من الأسرة الفلسطينيين فضلا عن فكرة الهدنة أمام كل أسير محاولة لوصول عدد أكبر من الهدن فكرة النزوح أو عودة النازحين من الشمال للأسف من الجنوب إلى الشمال هذا العدد سواء كان يعني بكافة الأعمار وكافة المستويات يكون هناك مرونة فيه بشكل أكثر الفكرة الأهم أن عدد نوعية الأسرة ما بين النساء والأطفال والمرضى وخلافه كان هناك محاولة من الجنب المصري طبقا للتقارير لحالة هذا الوضع ولكن الجنب الإسرائيلي برغم التصرحات الأخيرة أو بعض التقارير أن هناك جانب كبير يتطفق مع هذه الرؤية وسط ضمانات مصرية بالحفاظ عليها كوسيط مؤثر يعني أعتقد أن يقابل من نتنياهو طبقا للتصرحات الأخيرة والنواية الشخصية قبل النواية الإسرائيلية الواسعة بأنه سيعرقل هذا الاتفاعل ولكن اسمح لي دكتور عند هذه النقطة اليوم هناك غضب شعبي كبير وأحتقان كبير في الشارع الإسرائيلي برأيك هذه الضغوطات الداخلية ألا يمكن أن تدفع نتنياهو هذه المرة لتقديم بعض التنازلات أعتقد نتنياهو لا يرى هذا الموضوع بشكل كامل يضعف الاعتبار ولكن لا يؤسع على قراره بشكل كبير القادر على حالة هذا الوضع وممارسة ضغط حقيقي بالإضافة إلى الضغط الشعبي هي الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من الصراع كما نعلم جميعا في إطار الدعم المطلق لإسرائيل وهي أيضا جزء من الحل في التراجع عن هذا الدعم وفرض رؤية تصالحية في المقام الأول في مستقبل هذا الصراع فزيارة بلينكين القادمة أعتقد نيوم السلساء سأعتقد ستمارس بعض الضغوط على نتنياهو شخصيا للتوافق على هذا الطرح المصري الذي أعتقد أنه جاء في إطار تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والوساطة القطرية سنتحدث عن الدور الأمريكي والوساطة الأمريكية ولكن فقط دعنا نلقي الضوء مع مراسلتنا كلودي أبيحنة على الجنوب اللبناني حيث هناك تطورات واستهداف لبنى تحتية وعملياتية لحزب الله حسب مصادر إسرائيلية وحزب الله يرد التفاصيل لديك كلودي تحياتي يارا نحن هنا في بلدة كفرشوبة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذه البلدة التي تعرضت في اليومين الأخيرين لسلسلة من الغارات الإسرائيلية القوية جدا والتي أحدثت دمارا كبيرا في مباني هنا في بلدة كفرشوبة دعيني أريكي الصورة هذا المبنى الذي كان مؤلفا من ثلاث طوابق تدمر بفعل الغارة الإسرائيلية القوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي من مسافة بعيدة وأدت هذه الغارة إلى تدمير المبنى كما يظهر من خلال هذه الصورة بشكل كبير وكبير جدا ونظرا لقوة هذه الغارة العصف الذي نشأ عنها أدى أيضا إلى إحداث أضرار كبيرة جدا في هذا المبنى المقابل والذي يبعد عشرات الأمتار عن المبنى الذي كانت الغارة قد استحدفته هذا الدمار يعكس التصعيد الكبير في هذه الفترة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في ضوء هذه المواجهات الحدودية المستمرة منذ الثامن من أكتوبر والذي باتت حربا حدودية حقيقية نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة الاستهدافات بالاختيالات وهذا التدمير الممنهج الذي تلجأ إليه إسرائيل لهذه البلدات الحدودية على غرار بلدة كفرشوبة هذه البلدات الحدودية التي تسمى ببلدات الحافة أضرارها كبيرة جدا تعادل مئات الملايين من الدولارات الأمريكية وأيضا طبعا الخسائر البشرية باهظة وكبيرة جدا نتيجة هذه العمليات المفتوحة وأذكر بأن من هذه البلدة من كفرشوبة كانت قد انطلقت المواجهات الحدودية بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي وذلك تأكيدا على ضرورة تحرير التلال هنا المحتلة تلال هذه البلدة وأيضا مزارع شبعة المحتلة حزب الله كان قد نفذ عملية نوعية أيضا في الأيام الأخيرة ضد موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة المحتلة وأحدث أضرارا كبيرة أيضا في عملية وصفت بأنها مركبة نفذها حزب الله هذا الأمر يأتي في ضوء الهواجس الكثيرة المطروحة بالنسبة إلى المرحلة المقبلة وما إذا كانت ستحتوي المزيد من التصعيد والمزيد من الدمار والمزيد من هذه الخسائر كلاودي أبيحنا كنت معنا من جنوب لبنان شكرا لك والآن عودة إلى اللواء دكتور أحمد داء الشحات الخبير في شؤون الأمن الإقليمي دكتور هل من تعويل على دور أمريكي بلينكينس يزور تل أبيب في الأسبوع المقبل خصوصا وأنه استضمت الوساطة الأمريكية بعديد من العراقيل في الفترات السابقة بطبيعة الحل يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب حقيقة في إطالة أمد الصراع لأن هذا يمثل لها حرق كبير على المستوى الإقليمي ويهدد مصالحها الاستراتيجية ويفتح بؤر صراع موازية زي ما يحدث في استهداف الحوسيين للقطع البحرية الأمريكية وتهديد الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر وهي مسؤولة مسؤولية أمام العالم كله على حماية هذه الملاحة البحرية والأمن البحري بشكل عام في هذه المنطقة فده يمثل حرج أمام حلفاء الاستراتيجيين في المنطقة بالتوازي مع فتح جبهة كبيرة مؤسرة وهي الأكثر تأثيرا وهي جبهة تبقى للتأرير جبهة الشمالية تجاه حزب الله الذي يستنفر من بداية الحرب حتى هذه اللحظة ويحدث خسائر بشكل مباشر أو غير مباشر يعني في حالة توجس داخل المجتمع الأمريكي إنما الولايات المتحدة الأمريكية تريد حسم هذا الموضوع من الرؤية الإسرائيلية للأسف ولكن إذا كان هناك بعض النقاط الخلافية مثل اجتياح رفح وفكرة دعم هذا الاتجاه للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تصديق الكونجرس الأخير على مساعدات عسكرية واسعة نفس الكلام في الدعم السياسي لداخل المجلس الأمن والأروقة الأخرى الموازية فالوقت المتحدة الأمريكية مد ابتداد هذا الصراع بشكل غير محسوب وغير مسيطر عليه سيمثل لها تحدي كبير لا تستطيع فرض رؤيتها بشكل كامل ولكن لديها الأدوات التي لو استخدمتها ستهز سابط رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية وهو دعم إسرائيل بشكل مطلق حال وجود بؤر الصراع تتحرك فيها إسرائيل ولها مواجهات خاصة إذا كانت إيران في الجانب الآخر شكرا جزيلا لك أمن القهرة لوادكتور أحمد الشحات الخبير في شؤون الأمن الأقليمي والدولي